وللمزيد من المعلومات حول نظام هاش دي الذي تناوله وتقريد أنفا نصدف لكم مشاهدين الكرام هنا في الاستوديو سيد هاشم العربي مدير تشغيل الفني بالموريتانية أهلا بكم سيد هاشم أهلا وسهلا في البداية هل من تعريف أكثر للمشاهد بتقنية هاش دي وما هي أبرز مميزاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم تقنية هاش دي سأقوم نتكلم عنها من المناسب أن نتكلم عن الصورة يمكن أن نفهم الموضوع بشكل أكثر الصورة هي عبارة عن مجموعة من النقاط الماضية هي هي التي تشكل منها الصورة وانطلاقا من هذه النقاط هو الذي يخلق تعريف التقنية ومن ضمن هذه التقنيات يمكن أن تحدث عن تقنية الاس دي التي كانت تلفز حتى اليوم أو يوم أمس هي التي كانت يخلق بها البث تقنية الاش دي والله قام مجمل هذه التقنيات التي يبرق بينها هو عدد نقاط المضيئة التي تشكل الصورة بالنسبة لتقنية الاس دي التي كانت عليها البث عبارة عن تقنية عدد النقاط المضيئة التي هي لي بيكسل كما هو معروف يبلغ 720 ضرب 576 إذن 576 خط كل خط عليه 720 بيكسل إذن عدد لي بيكسل والله عدد هذه النقاط المضيئة هو اللي حدد جودة الصورة إذن فمتناسب طردي بين عدد النقاط المضيئة وجودة الصورة إذن تلفز انتقلت من جودة متوسطة إلى البث بتقنية عالية الجودة هذا البث بتقنية عالية الجودة هو في الحقيقة بشكل كامل معناها من مرحلة إنتاج الصورة المرحلة الأولى هي مرحلة التصوير والمراحل اللي تمر بها هذه الإشارة من مراحل معالجة من مراحل مراحل إرسال الصورة بين مختلف القاعات الفنية ووصولا إلى شركة البث اللي بدورها تبث بنظام عالي الدقاء وهذا هو العدد التلفزي اليوم ذا اللي تبث بالمقارنة مع أس دي يعتبر يوفر أربع مرات والله أكثر من أربع مرات كمية بيانات يعني أنه عدد لبيكسل العدد نقاط المضيئ اللي هو الميزة الأساسية اللي يتميز بها الصورة تضاعف أربع مرات وما يناهز أربع مرات بالمقارنة مع ذا يعني وضحت الصورة أكثر وهي اللي تبث بها التلفزي حالاً وهي عبارة عن 1920 ضرب 1080 بيكسل هذه التقنية عادت تبث بها التلفزي بشكل كامل في نفس الوقت ومن أجل أن ما يتأثر المشاهدين اللي كانوا يتعبوا بث التلفزي عن طريق الأس دي التلفزي حرصة تعلنها تقبض الخطوات اللازمة يعني الضمان مواصلة البث عبر تقنية الأس دي إذن المشاهدين حالاً عندهم إشارة الموريتانية بنظام أش دي وعندهم إشارة الموريتانية بنظام الأس دي وفي نفس الوقت القنوات الباقة الأخرى ما زالت متوفرة عند المشاهدين بتقنية الأس دي يغير هون لين نعطي شوي تحسن يقدر يطرع على إشارات هذه القنوات الأخرى اللي هي أس دي غير لها يتعود أس دي من أجود نوعية لأن تلفزي حقاً الإنتاج تحول 100% لإنتاج أش دي والمعالجة ومجموع مثلاً الإشارة مروراً بجميع المراحل يتم معالجته عن طريق أش دي ووفق نظام أش دي لكن البث وهو اللي مازال لحد الساعة على مستوى المؤسسة طيب ما لا يمثل هذا الانتقال في تقنية البث بالنسبة لتلفزي الموريتانية وما أبرز الصعوبات التي قد تواجهه وما هي الأفاق التي يفتحها للمزيد من تحسين جودة الصورة بالنسبة للميزات أول ميزة والله الميزة الأساسية لهذا التحول هو الطفرة التي لا يتخلق على مستوى جودة الصورة إذن التلفزي توفر للمشاهد صورة ذات جودة عالية المسألة الثانية فيه لا يتكون مواكبة التلفزي لا يسمح لهذا التحول أنها تواكب تكنولوجياه في المجال وبدون شك أنه لا يفتح أفاق واسعة للتلفزي من أجل تطوير ومن أجل مواكبة مستقبلية لجميع التقنيات كيف هي الصعوبات التي تتواجهها؟ أساساً فيما يتعلق بالصعوبات أربما تكون أكثر هي متعلقة بالكادر البشري ومن الضروري أن تكون دائماً مواكبة الكادر البشري من أجل تحسين خبرته ومن أجل تكوينه بشكل مستمر طيب أشكرك جزيلاً شكر الهاشم العربي مدير التشغيل الفني بقناة الموريتانية شكراً جزيلاً